ومن كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك باسم أبو العنين باسم حدثنا عن الأجواء الاحتفالية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك تحياتي إليك من كنيسة جميع القديسين الأسقفية الأنجلي كانية الموجودة هنا في الزمالك بالقاهرة والتي بدأ الاحتفال فيها بأعيد الميلاد مع دقات الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة حيث بدأت مراسم القداس الاحتفالي بهذه المناسبة التي يحتفل بها المسيحيون هنا في مصر وفي العالم الغربي هذه الكنيسة تحديدا والتي تشكل الغالبية العظمى للمملكة المتحدة والتي حضر عنها للاحتفال هنا السفير البريطاني بمصر والتي يرأسها ملك أو ملكة بريطانيا حسب من يجلس على العرش هناك ويوجد لها أتباع في الولايات المتحدة الأمريكية بكثافة تصل إلى نحو ربع السكان في الولايات المتحدة وهي إحدى الكنائس البروتستانتية التي تنتشر في بريطانيا وفي أمريكا وفي شمال وجنوب أفريقيا لدينا هنا من مظاهر الاحتفال التي كانت موجودة حيث كان هناك موفد عن السيد الرئيس عبد الفتح السيسي جاء لتقديم التهنئة للمسيحيين هنا الذين يحتفلون بمناسبة ميلاد السيد المسيح وأيضا كان هناك موفد عن مشيخة الأزهر وشيخ الأزهر وكان هناك أيضا موفد عن السيد وزير الداخلية ووسط سعادة بالعيد وأيضا هناك كان حسب رئيس الكنيسة هنا سعادة ولكن كان هناك ألم بسبب الأحداث التي تحدث في فلسطين المحتلة مهد السيد المسيح وكان أيضا من هذه الأشياء التي كانت تحزنهم هنا أن الكنيسة المستشفى المعمداني الذي تعرض لمجزرة في فلسطين في غزة كان من توابع الكنيسة المعمدانية وهي إحدى الكنائس التابعة للكنيسة الأنجليكانية لكن رغم ذلك تمنى الجميع السلام للعالم وصلوا هنا لكي ينشر الله السلام في العالم ولكي يذهب الله الحرب عن العالم ويعم السلام وتمنوا السلام والمحبة وتمنوا السعادة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري جميع المسلمين وأقباط هذه كانت أبرز الأشياء التي حدثت هنا اليوم في الكنيسة السقفية الأنجليكانية وكما ترين في الخلفية انتهت منذ دقائق المراسم الاحتفالية والصلوات التي أقيمت منذ الساعة الثامنة والتي انتهت منذ قليل في عشية عيد الميلاد الذي يتم الاحتفال به في تقويمين بالنسبة للكنيسة الغربية أو الشرقية نحن هنا نحتفل وفق التقويم الغربي الذي يكون الاحتفال فيه بعيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام ويبدأ في عشية يوم الخامس والعشرين من ديسمبر نعم إذن هي الصلوات والدعوات في هذا اليوم المجيد يوم ميلاد السيد المسيح مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين كنت معنا من كاتدرية جميع القدسين الأسقفية بالزمان ترجمة نانسي قنقر